تولت ردود الأفعال حول العقوبة الجديدة التي أقرها مجلس الأمن الدولي بحق كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي دونالد راب رحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية قائلا إن المجتمع الدولي يريد السلامة ولا يريد الحرب من دوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن كي هيلي قالت إن واشنطن ستوصل العمل لعزل كوريا الشمالية عن العالم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قالت إن العقوبات تعد دليلا آخر على تصميم المجتمع الدولي على عدم التهاون مع تطورات الشمال النووية والصاروخية السفير الياباني في الأمم المتحدة قال إن العقوبات تمثل الإرادة الجادة والجماعية للمجتمع الدولي الصين جددت دعوتها لحل قضية كوريا الشمالية النووية من خلال الحوار والمفاوضات اشتركوا في القناة